يعني تقدر تقول كده وداعا للفوتوشوب برنامج تعديل الصور تحسين جودة الصورة تثبيت الإضاءة والتباين تثبيت إزالة الشوشرة من الصورة لإرجاع الحالات الأصلية كل ده مع برنامج انهانس فوكس اللي انت شايفه على الشاشة قدامك ده البرنامج ده موجود على البليستور بتقدر تحمله بكل صورة زي ما انت شفت كده لو انت كتبت هنا اسم البرنامج اول واحد اللي انت شايفه قدامك ده انهانس فوكس هو ده البرنامج بتاعنا اللي هو اسم توضيح الصور بعد ما بتفتح البرنامج بيجي لك وجهة رئيسية ليه طبعا هو فيه نسخة مجانية وفيه نسخة مدفوعة احنا طبيعا هنشتغل عن نسخة المدفوعة لكن لما بتيجي تعمل توضيح او نقاء للصورة بتاعتك طبعا زي البرامج المعتادة بيقولك ان انت تتفرج على اعلان لمدة 30 ثانية بحيث يديك كل مرة نسخة مجانية ان انت تقدر تعدل الصورة فزي ما انت شايف كده دي الوجهة الرئيسية اول واحدة تحسين الصورة تاني واحدة لو انت عايز تعمل تحسين للفيديو كله هنا لو انت عايز تزبط الاطار بتاع الصورة نفسه لو انت هنا في النسخة دي لو انت عايز تحول الصورة عادية لصورة كارتونية وتلوين الصورة هنا وتثبيت الصور الشخصية الخانة اللي قدامك دي اللي هي ازالة الخدوش من الصورة او النمش اللي بيكون موجود في اي صورة عندك على التليفون ازالة الضباب تفتيح الصورة تحريك الوجه كل ده موجود فيه بتطبيق واحد بس فعلا التطبيق جميل ويستحق تحميل ويكون موجود معاك على التليفون لو احنا جدا نخش على اول حاجة كده طبعا اللي انا هجربه معاك انا هجربه على حاجة واحدة وده كله ينطبق على جميع المميزات الموجودة في قلب البرنامج لو انا جيت اخش على كلمة تحسين الصورة دي بيبتدي يدخل لك على التليفون ويقول لك اختار الصورة اللي انت عايز تعمل لها تحسين طيب انا دلوقتي انا اختار الصورة اللي انت شايفها قدامك دي شايف الصورة دي عاملة ازاي فيها يعني نسبة بكسالة شوية اتأكد من الصورة ان هي فيها نسبة بكسالة شوية اهو زي ما انت شايف لو انا جيت ادوس على بدء هنا بيبتدي يقول لك ايه ان انت تشاهد اعلان لمدة 30 ثانية انا هدوس على كلمة بدء اهو زي ما انت شايف التركية الى البرو التركية الى البرو